محمد يسأل حقيقة محمد سأل مجموعة أسئلة تتعلق كلها في الصلاة من حيث النظر ورفع اليدين وأيضا قضية التغميض في السجود وشيء من هذا القبيل وما يتعلق بمسابقة الإمام محمد الله يرضى لك أولا بالنسبة للنظر نظر المصلي ينبغي أن يكون عند محل سجوده ينبغي أن يكون عند محل سجوده ومن نظر إلى رفع بصره إلى السماء فقد ارتكب محرما فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لينتهي أن أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتخطفا وخطف الأبصار يدل على أنه كبيرا ولذلك ما ذكره الأخ محمد من بعض الناس لما يرفع من ركوه سمع الله لمن حمد ينظر إلى السعادة غلط وهذا موجود خاصة في المساجد المكشوفة مثل مسجد الحرام أشوف أنا أحيانا حول الكعب وكذا سمع الله لمن حمد ارتكب محرم وأغلب الناس ما يعرفون هذا الحكم أنه قال لينتهي أن أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن قال العلماء فإن للصلاة أنوارا بينها يعني أنوار فربما اختطف بصره اختطف بصره مثل هذا النور مثل هذا النور والمقصود بأن هذا محرم الأمر الثاني في القيام ينظر إلى محل السجود في مسألة الركوع العلماء لهم كلام في هذا لأن ما في دليل يحدد لنا مسألة النظر فمنهم أن يقول ينظر إلى محل السجود لأن المصلح حينما يركع يجعل رأسه حيال ظهره ولذلك ينظر إلى محل السجود ومن أهل العلم أن يقول ينظر إلى قدمه والراجح بأن الإنسان ينظر إلى المحل من الأرض الذي لا يشوق عليه يعني بعض الناس يختلفون بعض الناس ركوع صعب كبار السن وكذا فيشوف الأسهل والأيسر المهم لا يرفع بصره إلى السماء ولا ينزل بصره بحيث أنه يجعله بين رجليه هذا غلط وإنما ينظر إلى محل السجود ما بين محل السجود ورجليه في السجود يا أخي الفاضل أيضا الإنسان لا يغمض عينه في الصلاة إلا إذا احتاج إلى ذلك كقضية مثل يصلي على الأرض ويخشى من التراب أن يدخل عينه مثلا أو في مشكلة مثلا يجوز له في مثل هذه الحالة أو أنه والله يرى بأنه فتح بصره في الصلاة عنده أمامه مشوشات ومشغلات وحركة أمامه تذهب الخشو عنه يجوز له في هذه الحالة وإلا الأصل الإنسان لا يغمض عينه في الصلاة فإذا احتاج إلى ذلك أغمض بارك الله فيك أما قضية رفع الأيدي ففي أربعة مواطن المواطن الأول عنده تكبيرة الإحرام الله أكبر هذا في تكبيرة الإحرام يرفع يديه لما يأتي للركوع يقول الله أكبر يركع لما يرفع من الركوع سمع الله لمن حميده هذا يرفع من الركوع وعندما يقوم من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والربعية المغرب والعشة والظهر والعصر الله أكبر لما يقوم من التشهد إما أن يقوله جالس يقول الله أكبر يقوم أو يقولها لما يقف يعتدل يقول الله أكبر يرفع يديه وهو قام هذه أربعة مواطن شكرا